أنا تقريباً يعني ما عملتش فيلم من غير عبدالسلام نابلسي خصوصاً أفلام الاستعراضية والغنائية وأول فيلم أخرجته كان فيه عبدالسلام نابلسي اللي هو الحرمان اللي كان فيه فيروس عبدالسلام نابلسي كفنان نادراً أن يتكرر أولاً كان راجل يعني بيصرف من الفلوس اللي بيخدها كأجر على شغله بمعنى أنه هو مثلاً لو أذكر فيلم يوم من عمري عبدالحليم حافظ الله يرحمه أنا فوجئت به جاي بجاكتة مفصل جاكتة من قماش معرفش جابه منين القماش عليه صحافة يعني أخبار اليوم الأهرام مش عارف إيه المساء مش فهم إيه جرائد أجنبية فطبعاً دا يدل إيه يعني يثبت لك إيه فنجت زمان عنده مزاج في شغله بحب شغله من المشاهد اللي أنا لا أنساها في حياتي وتعبتني جداً 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 في إخراجها هو مشهده وداخل على رئيس تحرير المرحوم محمود المليجي وإحنا صورنا وصممت تصور في الغرفة الخاصة بالأستاذ الكبير ربنا أدي له طلطر عمرو مصطفى أمين الوضع دي اللي أزلت موجودة والأزل المصطفى أمين عاد فيها والرجل دهنب كل ترحاب لأنه كان صديق عبد الحليم وكان حبنا كلنا يعني فالمشهد ده أنه عبد السلام داخل وهو عبد الحليم حافظه رئيس تحرير كاتم غيزه وبيقول له إيه التصوير لهاي ده مو تاني يقول له بص العبد الحليم يقول له شايف يقول له إيه البراعة دي أنت مساحت كل مصورين العالم ده ما فيش مصور صحفي وصل للقيمة فهو كل كل عمال يبص لعبد الحليم يقول له سامع يعني الموظمين له بقى والمرافق له والآخر قال له زفت وراح ضرب الكاميرات ضربت فجوة عبد الحليم يروح ضحك يموت على نفسه وستوب يا عبد الحليم أنت مفروض ما تضحكش أنت زميل وصحب مفروض نجد ما تضحك يقول له مش قادر مش قادر والله نعيد تاني نعيد 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 يقول له يا أخي فكر في حاجة عبد الحليم تزعلك تكر حاجة بزعلك واحد غيزك واحد متداق منه وانت عشان ما تضحك فكان ده من المشاهد اللي برضه أنا بعتقد أنه الناس بتشاركني الرأي فإنه كان من المشاهد الرائعة لعبد السلام نابوس مستجلي عبد الحليم بالأحضة التغذير ترجمة نانسي قنقر